اشتركوا في القناة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد فقد كنا وقفنا مع الناظم إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في قوله فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفل وهذا أحال عليه أحال على هذا النظر الذي سنبينه بعد أن قرر ما قرره العلماء علماء التوحيد والعقيدة وأصول الدين بأن أول ما يجب على كل مكلف شرعا هو معرفة الله عز وجل على اختلاف بينهم هل هذا هو أول ما يجب أو إن النظر الموصل إلى ذلك هو أول ما يجب أو إن القصد والسعي إلى هذا النظر هو الموجب لذلك ولقد بينا هذا وقلنا إنه خلاف اللفظي لأن النظر موصل إلى المعرفة والموصل إلى هذا النظر هو السعي إليه والقصد إليه والعزم عليه فهذه كلها متكاملة فيما بينها والعلاقة الطبيعية بينها أن السعي إلى النظر ثم النظر هما وسيلتان للوصول إلى المقصود بالذات وهو معرفة الله عز وجل وإنما كانت معرفة الله عز وجل واجبة قبل ما سواها لأن كل شيء متوقف عليها فإن عبادة الله عز وجل والخضوع له والالتزام لأوامره والانتهاء النواهيه كل ذلك ينبغي أن يكون هذا المعبود بحق معلوما عند المكلف معلوما عند العابد ولذلك لا بد من العلم بالمعبود ومعرفته وليس معنا هذا أن يعرف العبد ربه بالمباشرة وبالمجالسة وما إلى ذلك وإنما يعرفه عن طريق آثاره وعن طريق صفاته وعن طريق كل ما يدل عليه سواء في الكون أو في النفس أو في آيات الله عز وجل المسطورة في كتابه العزيز فالمهم أن على العبد أن ينظر في ذلك كله وأن يسعى إلى معرفة ربه من خلال هذا كله لذلك لما تحدث عن أول ما يجب على المسلم وهو معرفة الله قال واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب ثم قال محيلا على ما به تحصل هذه المعرفة فكأن سائلا سأل الناظم وقال له كيف نعرف الله عز وجل حتى تكون هذه أو يكون هذا هو أول الواجبات كيف نعرف الله تعالى فأحاله على ما به تكون معرفة الله فقال فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي إذن انظر إلى نفسك أول شيء انظر إلى ما هو أقرب إليك والنظر هذا المأمور به ليس المراد به النظر بالعين الباصرة وإنما بعين البصيرة المقصود بالنظر هنا التأمل وتفكر لأن النظر كما قال علماء الكلام أو علماء العقيدة والتوحيد ومعهم علماء الأصول النظر عند العلماء هو الفكر والفكر حركة النفس في المعقولات حركة النفس في المعقولات فإذا تحركت منك نفسك متجهة نحو ما يعقل فإن ذلك يفضي إلى حصول الفكر ينتج الفكر فالفكر هو حركة النفس في المعقولات فإذا حركتها نحو المحسوسات فإن النتيجة هي حصول التخيل لذلك فالمقصود بقوله فانظر إلى نفسك أي تأمل فيها تأمل في نفسك وتأمل في ذاتك وما فيها من العجائب التي تدل على أن خالقها قادر مقتدر وأنه بديع بديع أعيق لا يمكن لأحد غيره أن يوجد ويخلق مثل ما أوجد وخلق فإذن الأمر بالنظر هنا هو أمر بالتفكر وفي القرآن الكريم آيات متعددات تأمرنا بمثل هذا النظر فالله تعالى يقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين أي آيات دالة على الله عز وجل الخالق لهذه الأرض وآيات وعلامات وأمارات دالة على أن الله عز وجل هو الأحق بالعبادة ففي الأرض إذن آيات لو أننا نظرنا إليها ثم قال بعد ذلك وفي أنفسكم وفي أنفسكم والنظر في النفس أقرب ما يكون إلى الإنسان لذلك بدأ الناظم رحمه الله بالأمر بالنظر في النفس لأنها أقرب إلى الناظر ولكن هذا لا يعني أنه يكتفي بذلك بل لا بد من أخذ ما يعرفه بالله عز وجل من نفسه ومما حوله مما هو قريب منه في الأرض أو بعيد عنه في السماء وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون والمشهور أو المعول عليه في تفسير هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى إنه لحق وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق المقصود هنا واليوم الآخر هو قيام الناس لرب العالمين وبعثهم وحشرهم ليجزوا على ما قدموا في الدنيا من خير أو شر فانظر إلى نفسك ثم انتقل يعني إذا أخذت العبرة بالنظر في نفسك ووجت فيها ما يدلك على ربك عز وجل فإن في هذه النفس تجد فيها الجوارح وفيها العقل وفيها الأجهزة الداخلية والخارجية وما إلى ذلك مما يدل على أن خلقك هو بديع لا نظير له ولذلك قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم فانظر إلى نفسك واعتبر بها واستخلص ما ستجده من العبر ومن الدروس ومن الآيات الدالة على الله عز وجل ثم بعد ذلك أتم النظر واستمر عليه في عالمك العلوي والسفلي ثم انتقل للعالم العلوي أي ما فوقك من السماوات وأجرامها وأفلاكها ومجراتها ونجومها وما إلى ذلك مما يعرفك بالله عز وجل من شمسها وقمرها وشعراها وما إلى ذلك فكل ما في السماء دال على الله عز وجل وعلى قدرته وعظمته ثم بعد ذلك على أنه المعبود بحق على أنه الذي يستحق العبادة لا سواه فإذا نظرت إلى ذلك فانظر أيضا إلى ما هو أسفل من السماء وذلك الأرض وما عليها من أشجار وأنهار وبحار وجبال ووهاد وغير ذلك من المخلوقات فالنظر في هذه الجوانب الثلاثة في النفس وفي السماء وفي الأرض كل ذلك يعرفنا بالله عز وجل لأنه عندما نعمله بحق وبإمعان عندما نتفكر في هذه الأكوان فإن ذلك يعرفنا بالله عز وجل ويدلنا عليه ويدلنا عليه أفلا ينظرون إلى لبين كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآيات البينات التي فيها ما يدلنا على الله عز وجل مما قاله ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا أن نتفكر فيه وأن نتذبر فيه وأن ننظر إليه نظر المتأملين ثم إن قول الناظم رحمه الله تعالى ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي من أجل أن يستقيم الوزن والمزاوجة بين آخر تفعيلة من الشطر الأول وآخرها من الشطر الثاني فإن بغي أن نقول السفلي بضم ألفاء حتى تكون متحركة لأننا إذا رجعنا إلى الأصل وهو سكونها وقلنا السفلي سيكون هناك اختلال بين التفعيل الأخير من الشطر الثاني والتي تقابلها من الشطر الأول لأن الرجاز كما قلنا مكون من تفعيلة مكرارة ستة مرات ثلاثة مرات في الشطر الأول ومثلها في الثاني مستفعيلون 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 فإذا قلنا ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي هكذا بسكون الفاء سيكون ستكون تفعيل الأخيرة مستفعل مستفعلون مستفعلون مستفعل والآخرة من الشطر الآخر مستفعلون 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 وهذا على كل حال يخل بالجرس الموسيقي لهذا البحر وارتكاب تغيير في التفعيل الآخرة لم ترتكب أو لم يرتكب مثلها في التفعيلة الأولى بينما إذا قلنا سهول فيكون حينئذ التفعيلات عادية مستفعلون 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 وليس هناك سحاف ولا علة هذا من ناحية الوزن ومن ناحية على كل حال قافية ومن حيث التزاوج بين الضربية والعارض كما هو معلوم تزاوج بين الضربية والعارض في صيغتهما وفي جرسهما الموسيقي ولكن من ناحية اللغوية أيضا فيقال في كثير من الكلمات يعني فعل وفعل فيقال مثلا نكور ونكر نكرا نكورا كما في القرآن الكريم القراءة لما عن شغل شغل عمر عمر وهكذا الفاظ كثيرة هي جاءت على وزن فعل وأيضا على وزن فعل فمنها هذه الكلمة سفل سفل وسفل سفل وسفل أكل وأكل أكلها دائم أكلها دائم تجد به صنعا بديع الحكام أي إذا نظرت نظر المتأمل المتفكر المتدبر الذي يريد أن يأخذ العبرة ويريد أن يصل إلى نتيجة وأن يجعل يده على علامات وأمارات تدله على الله عز وجل فستصل إلى ذلك فانضر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفل تجد به تجد به أي بالعالم الذي نظرت إليه لأن العالم هو كل ما سوى الله كل ما عدى الله سبحانه وتعالى يطلق عليه العالم فسواء منه العالم الفوقي أو العالم التحتي العالم العلوي أو العالم السفلي والذي أنت منه فكل ذلك يقال فيه عالم تجد به صنعا أي تجد بهذا المنظور هذا الذي نظرت إليه وهو نفسك والعالم العلوي والعالم السفلي تجد به صنعا بديع الحكمي كلمة بديع هنا على وزن فعيل بمعنى مفعول بمعنى مفعول أي الأرض يعني صنعها بديع والسماء صنعها بديع ونفسك صنعها بديع فالمقصود بالبديع هنا المبدع أي الذي قام عليه فعل الإبداع فالله عز وجل هو المبدع وهذا العالم الذي تنظر فيه هو البديع لأنه قد يطلق على الفاعل أيضا بديع فكلمة فاعل قد يراد منها قد تريد بمعنى المفعول وقت تريد بمعنى الفاعل كيقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على نحو لم يكن له سابق يعني مثال فالبديع هو الموجود على وجه ليس له سابق ليس له سابق الشيء المخترع على نحو لا سابق له هذا هو البديع بمعنى المبدع أو الفاعل بمعنى المفعول وإذا نسب ذلك إلى الله عز وجل فحينئذ البديع بمعنى الفاعل لا بمعنى المفعول فهو المبدع أي هو الخالق ما خلقه سبحانه وتعالى من المخلوقات على غير مثال سابق هذا هو الإبداع لذلك حتى في اللغات العربية نقول أبدع كذا وكذا أي اخترع شيئا لم يسبق له أبدا فهذا هو الإبداع وحتى البدع بمعنى الشرعي أيضا فيها هذا المعنى أنه جاء بشيء لم يأتي به الدين ثم نسبه إلى الدين تجد به صنعا بديع الحكام أي فيه حكام الحكام جمع حكمة وهي الإتقان الإتقان الحكمة وضع الشيء في أنسب موضع الله لا تجد موضعا آخر يناسبه غيره لذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم فهو عز وجل الحكيم لأنه ما من شيء خلقه ولا من شيء وضعه إلا وقد خلقه ووضعه في أنسب وأليق مكان له لن تجد صورة أخرى ولا وضعا آخر أنسب مما هو عليه تجد به صنعا بديع الحكام إذن فالمقصود من النظر الذي أمر به في النفس وفي ما فوقك وما تحتك من الأرض المقصود بذلك هو أنك بهذا التأمل ستتوصل إلى هذه النتيجة وهي أنك ترى صنع الله الذي أتقن كل شيء ترى الإبداع الرباني وترى القدرة الإلهية على خلق هذا العالم في صورة لا نظير لها ولن يستطيع الخلق ولو اجتمعوا أن يوجدوا مثل ذلك أبدا في ذقته وإحكامه وحكمته تجد به صنعا بديع الحكام إذن هذا معناه معناه أن ذلك يعرفك بالله يشعرك بأن هذا لا يكون إلا لله وأن ما تراه من حكمة وأن ما تراه من إبداع وأن ما تراه من صنع بديع لا نظير له كل ذلك يجعلك تتعرف على الله عز وجل لأنك توقن بأنه لا يمكن يستحيل لأي خلق من المخلوقات يستحيل للبشر أن يوجد مثل هذا كيف يمكن لخلق أن يوجد مثل هذا العالم الذي حولنا الأرض كيف يمكن للمخلوق أن يوجد هذا العالم الذي هو دقيق بديع وهو كذلك منذ أن وجد هذا العالم هو على ما هو عليه من الحكمة والدقة والإبداع منذ أن أوجده الله في أي جزء تأملت فيه تجد أن هناك من وراء هذا العالم عظيما أوجده ثم قام الناظم رحمه الله تعالى بالاستدراك على هذا الكلام ولكن ليس في ذات الكلام وفي معناه وفي حقيقته بل في شيء خارج عنه لذلك قال لكن به قام دليل العدم لكن به قام دليل العدم فهذا استدراك نعم ولكنه لسا استدراكا متصلا وإنما هو استدراك منفصل هذا تماما كما إذا كنا في الاستثناء فنأتي باستثناء منقطع استثناء مفر يعني ليس من جنس مستثناء منه كذلك هنا كذلك هذا الاستدراك هو من ذلك النوع بمعنى أن هذا الاستدراك لا يكر على ما تقدم بالإبطال أبدا لا يكر على إبداع الله عز وجل وإتقان صنعه وحكمة صنعه كل ذلك ثابت لا محالة لأنك تتأكد منه وتوقن به إذا أنت أمعنت النظار إذا أنت أعملت النظار وهذا مقرر في القرآن الكريم وفي الأرض آيات للموقنين أي لمن نظر فيها نظر الموقن وتأمل فيها وتدبر تدبر الموقن فلا بد أن يصل إلى أن الله عز وجل هو من أبدع هذا يعني الكون علوية وسفلية لذلك هذا لا استدراك عليه هذا المعنى وهذه الحقيقة الثابتة هي ثابتة قارة لا تتزحزح وينبغي أن لا يتزحزح أيضا الإيمان بها وإنما الاستدراك في جانب آخر غير هذا قال لكن به قام دليل العدمي أي هذا العالم الذي إذا أنت نظرت إليه أبهرك بديع صنعه وحكمة صانعه وجمال وضعه صحيح ستنباهر ولكن انبهارك هذا إلى جانبه أمر آخر وهو أن هذا العالم البديع الصنع هو حادث ولس بقديم بمعنى أنه لم يوجد نفسه ولم يعني يكن قديما لا أولية لوجوده لا أبدا هو عالم بديع نعم متقن الصنع نعم لأن الله الذي أتقناه الذي خلقاه والذي أبدعاه ولكن هذا العالم الذي بهذه الصفة وبهذه يعني بهذا الوضع هو حادث هو محدث لم يكن فكان هذا معنى قوله لكن به أي بهذا العالم المنظور بهذا الذي تنظر إليه من نفسك والعالم العلوي والعالم السفلي كل هذه مخلوقات وكل هذه محدثات لكن به إلى جانب بديع صنعه وإلى جانب إتقانه وإحكامه وإجادة وضعه إلى جانب ذلك هو محدث لكن به قام دليل العدم دليل العدم وذلك أنه لم يكن ثم كان ثم مآله إلى العدم أيضا وما كان هكذا فهو محدث الشيء الذي له أولية قبلها لم يكن موجودا ثم له آخرية بعدها يصير معدوما هذا الشيء هو محدث كل ما يعني يرد عليه العدم كل ما يلحقه العدم سبقا أو تأخرا فهو محدث فهو محدث لكن به قام دليل العدم ثم قال يؤكد ويقرر هذا الدليل على أنه أي العالم محدث وكل ما جاز عليه العدم أي كل ما توصلنا بالنظر إلى أنه يجوز عليه العدم ويجوز أن ينعدم بعد أن وجد وكل ما جز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم الشيء الذي ثبت لنا بالنظر وبما أوصله هذا النظر من فهم فإنه هذا العالم العلوي منه والسفلي وكذلك العالم البشري الذي هو يعني نفس الإنسان كل ما أثبتنا أنه منعدم فيستحيل في حقه أن يكون قديما إلى أولية له ماذا ما يرد عليه العدم وما دمنا متأكدين بالأدلة القاطعة التي أعملنا فيها النظر بأن هذا العالم محدث أو بأن أي شيء فيه محدث فالدليل القاطع أيضا ثابت على أنه ليس بالقديم لأن كل محدث ليس قديما وإلا سنتناقض إذا قلنا في هذا الشيء إنه محدث وثبتت لنا الأدلة على ذلك ثم في نفس الوقت قلنا إنه قديم هذا تناقض لأن المحدث هو الذي له أولية وله آخرية هذا هو المحدث وحينما نصف العالم العلوي أو السفلي أو نصف نفس الإنسان أو ما حولنا من المخلوقات إذا وصفنا أي شيء منها بأنه محدث بما قام على ذلك لدينا من الدليل فإذا وصفناه في نفس الوقت بأنه قديم فهذا تناقض هذا تناقض لأن المحدث لا يكون قديما بل ولن يكون قديما أبدا لأن القديم لا أولية له ولأن المحدث له أولية وطبعا نقيضان لا اجتمعان أو ضدان لا اجتمعان كذلك وكل ما جز عليه العدم عليه قطعا أي يقينا وجزما يستحيل القدم كل محدث يستحيل أن يكون قديما لتناقض الوصفين معا إذا وصفنا الشيء بأنه محدث ثم وصفناه بأنه قديم فهذا تناقض لا يستقيم أبدا ثم انتقل إلى بيان حقيقة الإيمان المنبنية على ما مضى لأن أول ما يجب على الإطلاق هو معرفة الله وقد انتهى الآن من ذلك ببيان الكيفية الموصلة إلى معرفة الله عز وجل بعد ذلك إذا عرفنا ربنا عن طريق معرفة صفاته وآثاره والعلامات التي نراها فيما حولنا من الكون بل وفي أنفسنا أيضا إذا عرفنا ذلك وتملنا معرفة الله عز وجل من خلاله فيبقى بعد ذلك أن نؤمن به يبقى أن نؤمن به فناسب أن يتحدث بعد هذا عن الإيمان فقال رحمه الله وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمال وقيل بل شطر ولس لا مشرحن بالعمل إذا انتقل الآن إلى بيان حقيقة الإيمان الإيمان وفسر الإيمان بالتصديق والتصديق يكون بالقلب فالإيمان طبعا الإيمان بسفة عام ما يعني في اللغة هو التصديق إذا صدقت فقد آمد وعندنا في اصطلاح علماء التوحيد وعلماء العقيدة هو أن تصدق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا جاءنا عليه الصلاة والسلام فيما جاءنا به وعلى رأس ما جاءنا به الأمور العقدية أمور العقيدة أمور العقيدة جاءنا بأنه يجب أن نؤمن بالله أن نصدقه إذا فيما جاءنا به من الإيمان بالله ونصدقه فيما جاءنا به من الملائكة ومن الأنبياء والرسل ومن الكتب ومن اليوم الآخر هذه كلها جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نصدقه فيها فإن صدقناه فيها بالقلب ولم يرد على هذا التصديق شك ولا ريب ولا لجلجة في الصدر فهذا هو الإيمان فالمقصود إذا بالإيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم على أو في ما جاءنا به ويسا المراد بتصديقه هنا هو أن نصدقه في الخبار فقط يعني أنك صادق لا أبدا إنما نقصود بتصديقه هنا التصديق القلبي الذي يحرك الجوارح للعمل ويحرك العقل للإذعان وهكذا هذا هو تصديق المراد هنا أما أن نقول له صادقت أن نصدقه في أخباره وأقواله فقط دون أن يكون لهذا التصديق أثر في النفس وفي الجوارح وأن يظهر العمل بسبب ذلك هذا كل حال تصديق ناقص حينئذ فالتصديق المقصود هنا هو أن تؤمن بما جاءك به وتصدق به وتعمل به لذلك الكفار حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء به هم كانوا يصدقونه في قرارة أنفسهم كانوا يعلمون أنه صادق لأنهم ما جربوا عليه كذبا ما جربوا عليه صلى الله عليه وسلم كذبا وقد عاش فيهم قبل النبوة أربعين عاما فكلهم كانوا يصدقونه ولكن يعني فرق بين التصديق الذي يتجلى أثره في الواقع التصديق الذي يحركك إلى العمل بمقتضاه وبين التصديق الذي يبقى جامدا عندك تصدقه في الخبر ولسهناك بعد ذلك شيء فإذن هذا المقصود بالإيمان التصديق القلبي الباطني بما جاءنا به صلى الله عليه وسلم وأن نجزم بذلك فقد جاءنا بأن الله تعالى واحد وأنه هو المعبود بحق نؤمن بالله ربنا عز وجل كما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو معنى مبسوط في القرآن الكريم وفي السنة النبوية كذلك جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل بعث رسلا إلى الناس فما جاء به من هؤلاء الرسل ووجوب الإيمان به يجب أن نصدقه في ذلك ونعقيد القلب عليه وما سماه لنا من أولئك الأنبياء والرسل يجب أن نؤمن بهم على هذا التفصيل وعلى هذه التسمية بمعنى أن العبد ولو كان عاميا أميا لا يعرف شيئا من الكتابة والقراءة ولا يستطيع أن يأخذ يعني الدليل بنفسه ولا ما إلى ذلك العامي عندما تقول له الله فهو يؤمن به بفترته الملائكة يؤمن بهم بفترته الأنبياء يؤمن بهم إذا سميت له الأنبياء يؤمن بهم هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود ولذلك يجب الإيمان بأنبياء الله ورسله من علمنا منهم ومن لم نعلم فما ذكر منهم في القرآن الكريم يجب الإيمان بهم على التفصيل وما لم يذكر منهم في القرآن الكريم وإنما يعني جاء اللفظ عاما مجملا بالإيمان بالأنبياء والرسل فحينئذ نؤمن بإجمال نؤمن بأن الله تعالى أرسل رسلا وبعت رسلا وأنه قد أوحى إلى جموعة من الأنبياء لا ندري كم عددها يعني الفكرة بصفة عامة يجب أن نؤمن بها فإذا سمي منهم من سمي فيجب أن نؤمن بهم على وجه التفصيل والمقصود بالتفصيل هنا هو أن تعرفهم بأسمائهم وأن العامية إذا سمع مثلا نبي الله إبراهيم موسى عيسى لوت شعيب هود صالح إذا سمع واحد من هؤلاء يؤمن به يؤمن به ولا كفر بأحد هذا هو المقصود بالتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء نبيه من الإيمان بالأنبياء والأنبياء أو الرسل الذين ذكرهم القرآن الكريم والذين يجب الإيمان بهم على التفصيل أي على أسمائهم على ذكر أسمائهم هم خمسة وعشرون خمسة وعشرون نبيا رسولا وقد جمعها بعضهم في قوله حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إذري سهود شعيب صالح وكذا وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا هؤلاء هم خمسة وعشرون نبيا مرسلا يجب الإيمان بهم على التفصيل أي كلما ذكر أحدهم فيجب الإيمان به فمنهم ثمانية عشر نبيا رسولا في قوله تعالى وتلك حجتنا في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتناها إبراهيم على قومه إذن إبراهيم أولا وتلك حجتنا آتناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إصحاق ويعقوب ووهبنا له إصحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجل المحسنين وزكرياء وإحياء وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين هؤلاء إذن هم الثمانية عشر الذين في سورة الأنعام عند قوله تعالى وتلك حجتنا ثم أتم السبعة الباقية فقال ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا فيجب الإيمان بهؤلاء جميعا على التفصيل وما سواهم أو من سواهم من الأنبياء الذين ما قص القرآن علينا أخبارهم ولا تجاربهم مع أقوامهم ولا أي شيء عنهم فهؤلاء نؤمن بهم على الإجمال نؤمن بهم على الإجمال ثم يقال في ذلك ما يقال في الأمور الأخرى التي جاء نبيها النبي صلى الله عليه وسلم من المغيبات الملائكة الإيمان بالملائكة أيضا يجب الإيمان بهم على الإجمال ومن ذكر منهم في القرآن فعلى التفصيل جبريل أو جبرائيل يعني إسرافيل وعزرائيل وميكائيل هؤلاء يجب الإيمان بهم على التفصيل لأنهم ذكروا ذكروا وعتيد ورقيب أيضا ذكر في سورة قاف فمن ذكر من هؤلاء الملائكة يجب الإيمان به على التفصيل ومن لم يذكر من الملائكة الذين لا يعرفوا عدهم إلا الله سبحانه وتعالى فهؤلاء يؤمن بهم العبد على الإجمال ثم بقيت الأمور الغيبية التي جاء نبيها النبي صلى الله عليه وسلم كالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر وغير ذلك مما يجب التصديق به تصديقا يدفعنا إلى الجزم به واليقين به ويحركنا إلى العمل بمقتضاه لا أن نؤمن ونعتقد شيئا ونعمل خلاف ذلك الذي آمننا به واعتقدنا هذا لا يجوز إطلاقا وليس هو التصديق المطلوب ونكتفي بهذا القدر وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر